في نص لامونة واحدة بس هنخلي بشرتنا زي الازاز هنمنع ظهور خلال جلد الميت وهنزيل الاسمرار وقصار الحبوب وكمان هتخلي بشرتك بتنور بدون اي اسمرار موجود في البشرة وخصوصا لو انت بشرتك بتتعرض لاشعة الشمس يوميا يبقى لازم تطبقي معايا الوصفة بتاعتنا النهاردة وتطبقيها على البشرة وتشوفي النتيجة وتقولي لي رأيك وصفة سهلة جدا مكوناتها موجودة عندك في البيت نتيجتها بتبان من اول مرة بتستخدمي فيها الوصفة يلا بينا علشان اقولكم ازاي تستخدمي الوصفة وايه هي الطريقة ازايكم يا بنات اعملين ايه يا ربي تكونوا كلكم بخير حابا يبقى لبي النهاردة وصفة سهلة بسيطة جدا جدا بدون مكونات كتير ولا هري ولا رغي كتير معلقة من عسل النحل عسل النحل مفيد جدا جدا للبشرة بيرطب البشرة جدا وبيخلي البشرة بتلمع تبقى زي الازاز هنضيف عليها مكون كمان الوصفة بتاعتنا النهاردة بتتكون من مكونين معنا معلقة من عسل النحل الطبيعي وكمان معايا عصير لمون هناخد نقطتين بس من عصير اللمون الوصفة سهلة جدا تقدر يتطبقيها معايا واحنا بنعمل الوصفة وتحطيها على البشرة وتشوفي النتيجة انا مش هكطر عصير اللمون على العسل علشان ما تبقاش الوصفة سيلة وانت بتحطيها على البشرة هتبضل تنقط منك لا احنا عايزينها تبقى متماسكة شوي فانا حطيت معلقة من عسل النحل وهحطيت حوالي نقطتين تلاتة من عصير اللمون هنخلطهم كويس جدا وبعد كده تخسيلي بشرتك كويس ناشفيها تبدأ ان انت تحطي العسل واللمون على البشرة وتسيبيه لمدة ارتلت ساعة او نص ساعة على حسب وبعد كده تخسيلي بشرتك وتحطي اي مرتب الوصفة دي تكرريها مرتين كل اسبوع بتساعد على طبيض البشرة بتزيل خلال جلد الميت بترتب البشرة جدا كمان بتقفل المسام الوسع ولو فيه اثار حبوب فده الوصفة دي حلوة جدا جدا لاثار الحبوب او الحبوب اللي بتبقى موجودة في البشرة جربوا الوصفة بتاعتنا وخصوصا لو انتم بتخرجوا كتير وبتعرضوا بشرتكم لاشعة الشمس يبقى لازم تستخدمي اللمون والعسل معدتين كل اسبوع هيفرق معاك جدا جدا في نظارة البشرة اتمنى تكون الوصفة بتاعتي النهاردة عجبتكم لو عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل واستنون